وهي محاولة فاشلة، محاولة اغتيال فاشلة لم تنقط عمليات الاستهداف التي تطال ناشطي ثورة تشرين على يد الميليشيات المسلحة في محاولة لإنهاء الحراك الشعبي المتواصل مع تصاعد عمليات الاغتيال والاختطاف التي تكررت في أكثر من محافظة في سياق أجندة باتت معروفة للجميع موجة الاغتيالات والاعتداءات الجديدة تعيد إلى الأذهان ما تعرض له المتظاهرون من عمليات بطش عقب اندلاع ثورة تشرين عام 2019 والأشهر التي تلتها ما تسبب بمقتل وجرح واختطاف آلاف الناشطين ووسط كهنات بجولة جديدة من التظاهرات يبتهم ناشطون عالنا ميليشيات الصدر بالضلوع في تلك الأعمال لا سيما بعد مؤتمر اتحاد الأدباء في النجف والذي جاء إحياء للذكرى الأولى لمجزرة ساحة الصدرين التي ارتكبتها ميليشي القبعات الزرق التابعة للصدر وعلى إثر ذلك نفذت ميليشيا السراية تهديداتها لتشن حملة ضد الناشطين في العديد من المحافظات ترفق ذلك مع استعراض بالأسلحة الثقيلة واستصمت حكومي مطبق لا يختلف الأمر في ذيقار عما جرى في النجف حيث أكد ناشطون أنهم اضطروا لمغادرة مدينة الناصرية بعد تلقيهم تهديدات بالقتل مشيرين إلى أنهم لم يقوموا بأي عمل يخالف القانون سوى مطالبتهم بتغيير الطبقة السياسية الفاسدة والقصاص من قتلة المتظاهرين محاولات الاغتيال وعمليات الخطف هذه تكررت أيضا في واسطة وكربلاء وبابل وفيما كانت الميليشيات الموالية لإيران بمختلف مسمياتها ظالعة في عمليات القتل والاختطاف والاعتداء على مدى أشهر الثورة باتت ميليشيات الصدر اليوم المتهمة الأولى في هذه العمليات بعد أن أفشل المتظاهرون محاولاتهم ركوب موجة الثورة وكشفوا زيف ادعاءاتهم بالإصلاح وهم جزء أساسي من منظومة القتل والفساد التي تنهش جسد العراق